السلام عليكم اليوم جايبكم مقطع جديد اليوم جايبكم ما ينكروا الحلقة الخمسطاعش ما قل ليه كده خمسطاعش طيك ملعبية الدعم اللي قاعدين يدعمون بالانتساب و بالدعم اللي هو شكرا نتوقع هذا حق اليوتيوب في الحلقة اللي راحت شو صوتي راح لحظتني او كي او كي فكرت اني هذا الحلقة اني ضبط البنك من داخل ما هذه مين اللي كسروني ما نحب دي حركات دي محب هذه مادر من مين يعني ما مادر من اللي جابها بس او كي هنا في لعبة ريفريكس ودي العبها لأمانة عذاب يا شباب يا الله عذاب يكرسني يارب ما يكرسني يا رب شايك بس ألو 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 هذا أكبر يا أخي شوفوا شوفوا بالله إشارة واحدة والله العظيم مم قاعدة أحمل وليس شي بس كذا نتي فتصبر يعني 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 يا أصور في وقت الفجر يا يا أنكرش من السيرفر يعني عادي تصير كلها الله وملك الحمد بعد فترة طويلة فك اللاك شوي إن شاء الله نقدر نسوي اللي نقدر عليه طيب نحتاج هذا الشي ثاني نقوم فك اللاك طيب احترموني شوي يعني لوم الله وش فائدة هذا الشي يا شباب فائدة هذا الشي إننا نحط هنا البنارات أو نسوي البنارات زي ما نبغى طبعا في بنارات يحتاج هذا الشي وهذا الشي يحتاج دمج مع أشياء تكون صعبة جدا هل بنسويها في المستقبل طيب راح نسوي بنارات الحين ونشوف شنقدر نسوي بالضبط بالي فكرة إن في بنار أمونغ اس يحتاج ثلاث لا مفرث جسع بنارات أوكي فما أدري قاعد أفكر أن يبيع عندي لكن بتاخذ مكان وبتاخذ ذابس احتمال احتمال أني أقدر معكم من الأقلق يعني دائم الوضع يا شبابي بيتشي 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 طيب معنا كل شي نحتاجه نقدر نسويه اللي هو كرافتنج بسوينا الوول اللي نبغى نبغى نسوي وول مهم نبغى نسوي وول بنار معلش نحتاج نسوي كذا باللون الأحمر نسوي أول بنار ريتش شولكر بوكس هذا اللي معي مثل ما تشوفون فيه امثيست شارت جمعت كمية امثيست طيبة في بعضها كانت عندي وفي بعضها كانت كنت مفك عندها ليه ما تطلع وزي كذا وجمعت هذه الكمية الطيبة شلكر كامل من الامثيست اللي راح نحتاجه في البنك راح نسوي اللي هو شيين في البنك الشي الأول اللي راح يكون نبيع كرو كوين أو ما بنبيع نبدل تجينا دايموند مثلا تجينا حبتين دايموند نعطيك حبة كرو كوين واحدة لكن في شي في السيربر اللي هو الكرو كوين ما تقدر تترجع سيكون crila دايموند و000 وماثيست وفعلتها خلاص ينشبي معك 포인 إن شيء معك الكرو كوين وترفع احتلات الكرو كوين إسهرanız الكرو كوين يهمنا اللي هو نعطيه حبة دايموند اللي هو نعطية حبة دايموند فأفكرت أن أخليها ثلاثة دايماً ثلاثة نفس الشي بس أنا أشوف أنه ثلاثة دايماً مناسبة جداً أنك تأخذ كرو كوين واحدة اللهم لك الحمد رجعت بعد يوم كامل وزبط النت شوي رح نحتاج اللي هو اللون الأسود خلونا أوش نجيب لون الأسود هو اللون الأزرق أوكي نسوي كذا ونسوي كذا ونختار هذا الشيء اللي هنا ورح يعطينا هذا الشيء الخطوة اللي بعدها رح نجيب اللون الأزرق ورح نختار اللي هو هذا يا ساتر، انسيت لغراضي يا عيل، هذي تجميع؟ وقت ما كنت اجمع مثس، أجمع أي شي في طريقي طلع معي هذا الاشياء، يمرة كثيرة طيب والله أنا آسف، أقسم بالله، أنا آسف، أني ما أجبتك خوي إلى الحين بإذن الله، أنا بقدر أجيب لأخوي اليوم، بإذن الله طيب، 21، نضع هذا الاشي هنا، هذا لون بني يا شباب بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله نشوف كم يطلع معنا يا رب يا رب طفو طفو انا مدل ليش فتحت الانفنتري كيف بقول استاك استطاع خمسة خمسة والله طيبة والله طيفة جدا 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 اللهم لك الحمد نفتح الانفنتري شوف كمية الآيرون هذا الاشياء راح نكسر طبعا بدون ما نصور وشوف كم يطلع معنا يعني معنا استاك وثمان حبات طيب في معلومة وني أدري عنها قريب لأمانا ما كنت أسويها قبل ولا كنت أستخدمها ولا كنت أفكر فيها اللي هي الحين لو كسرنا هذه كم ما نجزر حاليا 61 لو كسرنا هذه واحدة كم يطلع منها طلع منها تقريبا أربع ونكسر بالفورشن حاليا أربع نشوف والله طلع كثير ست طلع بداء الأربع مرات ومرات يعني مو بكل مرة تسلم الجرة طيب حاليا نخلي الجزر على جنب لأننا نحتاج هذا الشي اللي هنا مثل ما تشوفوا نوصلنا إلى هذه المرحلة أن يكون ريد بانر في كذا أسود أحمر أزرق حاليا نجيب البانر مرة ثانية ونحط هذا اللون ونختار اللي هو هذا الشي اللي هنا رح يطلع منها بهذا الشكل أقول والله يا أني أحتاج شو سمونا أحتاج لون أسود بكثرة ما معيك طفر بطفر بشكل يا ساتر بانر لون أسود وناخذ هذا الشي اللي هنا ونختار هذا الشي من هنا أوضح لكم وش هذا الشي أو وش البانر هذا عرفتوا ولا لا تلميح يا شباب تلميح يعني أكثر من كذا ما فيش ما أدرك عاد أفكر أني أبيع هذا عندي في المكان حقي خلاص خمسة كروكواني شباب دفعتها خلاص بادفعل باقي والله بادفعل باقي هل بيطلع شكل أسطوري ولا عادي ولا إيش نهي تأخذ بلوكتين تقريبا فلو نحط وواحدة ذنتين واحدة ذنتين واحدة ونين توقع كذا كويس وهذا الباب أشغلنا والله يبغانا الحين البانرات الثانية ندينا أسوي اللي هو الوغل مفروض أنه تجمع وتجميع سهل مرة بس ما عندي ما لقيت ما لقيت خير فام بنجهز الريد بانر هذا بسوي زي الأملية هذه ونكمل الشي هذا كعد أفكر لنا أخلي هذه الغرفة اللي ما أدري ما أسويها صراحة أخليها بستايل أمونقس كاملة وتكون فيها أمثست وكذا أشياء بس للحين يعني ما أحسني مشتت يعني محل محلين أشياء كثير قعد تصير أشياء كثير قعد حول ألحق أقسم بلا مقادر بس بإذن الله قريب بخلص هذه المنطقة وبخلص البيت بخلص هذا الشي اللي هنا المنطقة هذه هذا يمكن ما يكون فيها شي بس من هنا منذ الجهة كاملة بيكون فيها شي غالب غالبا بيكون فيها تسمع طيب وصلنا إلى آخر واحد هل نقدر نسبغ هذا باللون لسود ليه يا أخي ليه ألا أنتم جاهزون ألا أنتم جاهزون الشكل ما راح يعجب الأغلب بس يعني البنارات عندها قدرها متوسطة يعني لا تحط شي في بالك أني أرسم لك الحين أمون جاس لا يا أني بعطيك شكل زي هذا ولا أنا بعطيك شي طونا رأيكم طبعا هنا المسافة دي والمسافة دي الفاضية ما تقدر تحط فيها أي شي لكن من فوق التحد تقدر تلصقهم في بعض من الجنب يميني سار ما تقدر تلصقهم فأعطوني رأيكم قاعد نفكر الحين أني أروح أخذ الأسبون وأعتمته هناك راح نملي المحل حق الجزر في الحلقة بأذن الله ما راح تنتهي إلا هو هو ما مثلي بأذن الله الفروغلايت يعني قاعد أشوف إنه بعشرين حبات أغلب وكما يقول ليش حاطة بعشرين تجميعها سهل المرة الأغلب وبشرين نارة ما راح يشتري بكمية كثيرة يعني ما راح حطها كلها دار ما دار أكد إنه بحطها في المناطق معينة وما يحتاج عدد كبير لكن هذه الحلقة نغير السعر نخليه قاعد أفكر يا 32 يا 64 64 مرة كثير بس قاعد أفكر نخلي 32 حبة ونشوف ما في حترة ما في حترة هنا سويد شراء بس وهذه الماقمة راح تكون 64 وحط عليها هنا 64 بس باقي صح باقي الفريم حقه نسننحطه إني هادي نورناه وكل شي نورناه لكن باقي السعر رجع أو نخليه 32 قاعد أفكر أني يحدي السبيت ما أن أول واحد شراء من محلي إنه يكون له هدية خاصة ما راح يكون له هدية كروكوين لأنه متشبع من الكروكوين أوه هذا محل سبيت خلونا نشوف يشوفي شو المحل راح نلعب لعبة ريفليكس هنا يقول إيش واحد بشرة كروكوين حلوة حلوة حركة بوردقا أقسم بله حلوة بوردقا بسعد عندي أنا بالله السعر يعني كويس إليني أني ينقذك من المود يعني هذا محر أيام بعد حق البوشنات نشوف من جوه وووو والله تصميم رهيب ذكرنا عطيناها هدية اللي يذكر يوم للعن معه عطيناها هدية صح عطيناها هدية ياب يب ياب ياب أنا ما أدل إيش عطيت الفالي إن هذا كبير وهذا صغير ما أدري والله لا تسألوني يعني هذا هو كيف نحط سالفة البنر الصعبة والله لكن نلقى لحل نلقى لحل طيب خلونا نجرب لعبة ريفريكس وبعدين نكمل أشغالنا هنشوف بكروكوين بعد تكفل اي ريفريكس طفرنا والله ما كتب شي هنا فيش كتابة وات سون اي ريفريكس طيب خلصت سون يا ريفريكس ننزل مخطأ بعد يعني ما راه نزلكم هذا مخطأ لو أكيد أنه مننزل مخطأي أنا قبل شو شايف أنه مننزل مخطأي خلونا أوكي توني بقوا خلونا نلعب بس ما شوفوا أنا لعبتي الباركور بس مو بهنا يعني ماينكرافت والله في ماينكرافت كل شيء ألو مقادر أرقى أنا طيب خلونا شي لا يترى لأنه بتخرب علينا ونمشي شوفوا ما يركض اللاعب ليه حلو خلصنا من أول مرة نمشي مع هذه أوكي هذه هي كرهها من أيام فول قايز أوكي واحد انين وحد انين وحد انين وحد انين حسناً هذه لازم من فوقها حسناً جبنا العيد حسناً 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 نرقى فوق هذه نمشي زي كده إيزي بيزي حسناً ليه ليش ما أركض؟ ليش ما أركض؟ والله قهر والله قهرني حسناً حسناً واللهي إيزي طيب هذي وشلون؟ هذي إنسيت وشلون؟ نرقى مع الماية ولا نرقى رقي عادي يقول لي دعونا نرقى مع الماية ننط على هذه أوكي هذي حقية سلايم ذكرتها يعني لعبتها مع رفريكس وكنت بالإقليق فقررت أني ألعبها معكم يعني بس مو كده عادة أنفطح أنا والله والله نط قوية ديم طيب شفوا ما نط ما نط ليه ما نط ليه بسم الله آه ما أسرع ما أسرع آه أنا ما أدقب شوية أقول ما نط وأنا قصد أنا قصدي ما أسرع أنا ما أدش كياد أقول والله العظيم أني ما أدش كياد أقول دعونا نمشي علي سهر أوكي أتوقع إيزي إننا نخلصها إيزي يا رفريكس والله إيزي يعني شكراً لك لعبة مرة ثانية لا لا أخليناها شوي الأغلب قال لعبة لعبة يوم سالفة الليبر أو البطنة اللي تحت اللابة أني قاعد أدخل جوة وذاك كان يمديني أضغط من بره ما نسيت يا شباب مع أني طرع ضغط بس ما حطيتها في المونتاج يعني ضغط ضغطة بس ما طلع صوت وتوقعت أن ما تجي لازم أني أدخل جوة أنا ما ودي أخرب المحل فأنحط هنا شرايكم والله أنا أشوفها فكرة صراحة بس ما أدري أشنا فيها الطبقة يعني بتطلع مخيسة يعني لازم نكسر هذا الأشياء أنا وش سويت بالدنيا أنا من اللون الأسود أخيراً بعيد شوفه من قاسة أفضل من لا شيء والله أفضل من لا شيء توقعش أفضل لا بأس لا بأس يا شباب لا بأس لا بأس عليك لا بأس أنا مادة كيف يكون بكل وضع أتوقع كذا 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 من كل الجهتين والمحل موب كبير بس فيه هنا بعد أي صح هنا زين هذا المكان يعني فيه بيكون في بنارات بس في بعضها تحتاج نتش أبل وهذا الأشياء فما أدري هل أسويها ولا لا لأنها بتكون غالية غالباً بتكون غالية يعني مستحيل أنها تنزل عن عشرة لأنها تحتاج نتش أبل يعني القودن أبل مطورة إلينا الحين أمرنا طيبة طيب نروح البيت بنعبي شالكر كامل الجزر أو شالكرين معنا شالكرات هنا هنا شالكر مثل وصلنا للمرحلة النظاة الأخيرة لو تلاحظون مفضل البار اللي تحت ومفضل هذا المكان ومنطقة ذي عشان نقدر نسوي اللي نبغاه لأمانة تعبت مرة 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 انتسكت انتسكت ما حدا أعطاك وجش تعبت مرة مرة عشان أجمل بونميل درجة إنه من كذر ما طولت رح تشريت تشريت من مين؟ كيف المحلات فاضية؟ تشريت من سبيت رح تجمعت عشرة كروكوين عطيت سبيت عشرة كروكوين حطيتها في مكانها حد يعني أنا آسف يا سبيت يعني بس حطيت لك عشرة كروكوين كتابك تشيست تعويض عن اللي قاعد تصير قتمنا حوالي أربع بلوكات أو أربع ستاكات بلوكات البون فأنا آسف يا سبيت وبيتيك تعويض بإذن الله فهذا الحلقة جميل جداً يعني هذا الحلقة مصور على ثلاثة جزائر تقريباً فالأول الثاني الثالث اللهم ولك الحمد خلصنا من هذه الشغلة اللي نبغى نسويها من زمان كأن نقصنا صراحةً البونميل تعبنا تعبنا عشان نجيبها نقدر نمليل محل حقنا الحين ونكسب شوية كروكوين يعني قريب إن شاء الله البنك يبغال أشغل مرة كثير ويبغال الريدستون معرف الريدستون فإحتمال أني أستعين وحد دخلات من ومين أخيراً بنعبي المحل خشوف ياسر عب المحل أم لا هلا ذيوب والله ما عب المحل نعبي المحل حقنا الحين نرمي المحلات نرمي الأشياء حقتنا اللي هنا عشان يكون عندنا الانفتري فاضي كامل حلو خلصنا من الأول خلصنا من الثاني وعطيني الأخير وخلصنا وعبينا أخيراً المحل حقنا والله ترى طول المحل دون ما يتعبه طولنا طولنا مرة فخلصنا هالجوزئيه ماذا نسوي؟ حاليا بوقف وبرجعلكم بوقت ما نسوي البنارات ونعبي المحل حقنا حق البنارات طيب إنا جاي البيت الحين عشان ناخذ كمية بلوكاك بلوكاك؟ ما ماي بعيدة والله رحيتة والله وناخذ من كل شي تقريباً خمس بلوكات أو خمس ستاكات هذي هذي ساقهرتني ليش نسوي كذا؟ عشان نروح لسبون ونغير سعارنا وش راح ناخذ السبيد؟ سبيد أخذ مننا في المحل 20 حبة 20 حبة 20 حبة 60 حبة أخذهم ثلاثة كرو كوين فأنا ما معي كرو كوين؟ يا شباب أذكر معي كرو كوين وراحت نسوي سوي كرو كوين وم مشكلة 14 كرو كوين حلوه راح نرجع سبيد الكرو كوين اللي دفعها تقريباً دفع ثلاثة ونملي هذا الشي بالبلوكات هذي طيب مثل ما تشوفون حالياً عبدلت في الهدية شوي أضفت كل الألوان اللي عندي البرتقالي البنفسجي والأخضر نتحاط في بداية كلها بنفسجي فقلت ليش ما أهديك كل شي متوفر عندي طيب ناخذ هذا اللون وروح على الأسبون وبسم الله مثل ما تشوفون عبينا الكروت والله نوخاذ ساكين أوكي أو حبتين كرو كوين خلنا نخلي كرو كوين موجودة يعني لازم نعبي نلحق نعبي بسرعة نياسر مو معبي وأنا الوحيدة اللي قاعدة أعبي فلازم نلحق طيب راح نسوي اللي هو أول شي ناخذ هذا الشي فروك لايت شوب ثنين ثلاثين يساوي وان كرو كوين ممتاز الحين نعبي اللي معنا أننا جايبين اللي هو البوكس هذا لا هذا حق سبيد نجابين هذا البوكس أو هذا الشولكر وفي كل الشي كل أشياء نحتاج نسوي كذا ونعبي نعبي نعبي لا 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 أنا خطيت ثنين ثلاثين أنا قلنا؟ ثنين ثلاثين أوكي نمدينا خلاص نسوي كذا خلاص بالفكرة عبينا ثلاثين أربعة وستين قسم نزل تحت أربعة وستين قسم نزل تحت كذا عبينا الشولكر الثاني هذا حق الماقمان راح يكون نفس سعر هنا باقي اللون الأصفر يب معنا اللون الأصفر وكذا عبينا الأصفر حين نروح لها لبيت سبيد يبغى هنا لوحة ستقوم معنا لوحة خشوف في لوحات هنا الخشب الأحمر هذا عاجبني صراحة ندخل هنا مع أنه يمكن ما يدخل تحت من الفترة طويلة لكن نضع الشيست هنا نكتب هنا بما أنك بما أنك أول عميل قررت أني أغير الأسعار وأهديك هدية بسيطة بالأخضر أفضل رجعت الكرو كوين حقه خلصنا ونأخذ الكرو كوين حقنا ونمشي في بداية السيربر هو اللي أعطانا 64 دائم وديم ندبح عبادي وضبطنا فأقررنا لنا نهديه يعني وين محل ريفليكس ريفليكس هو بحلك أيو هذا محل ريفليكس بس نأخذ منك مئة صف مرتبئية ثلاث ستاك وين كرو كوين أوكي والله شوفوا يعني أنا ما ودي ما في ثلاث ستاكات طيب شسوي طيب نأخذ الستاكين هذي ونعطيك كرو كوين أوكي نأخذ ست ستاكات بس كوم نوعة ونعطيه ثلاثين كرو كوين وندفع أوكي باي هير هذي الحب الأولى هذي الحب الثانية وباسم الله رجعنا رجعنا راح نروح لمنطقتنا الحين ونسوي الشي اللي نبغى نسويه من زمان اللي هو البانارات لكن كان يقصنا صراحة كمية صف مطبعية وألوان طيب إذن ما تشفون حاليا أغراضي حوسم أروه والله حوسم شوف كمية الألوان اللي معي يا ساتر يا ساتر كله عشان أسوي هذا الشيء كمية بسيطة صراحة يعني ما ماهو بزي الشيء اللي كنت أتمنى حرفيا ما في وقت هذي تعبت عشان أسويها هي هذي وهذي 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 خربانة صراحة تخشيها لأنه كانت تحتاج أشياء أكثر بس مدريش فيها وقفت عي تكمل أنك تحتاج اللي أشيل لأشياء اللي تحت ويكون شكلها شكل أرنب بس للأسف الباب أشغلنا الله يشغل العدو خلاص يا بني آدم اوكي بني آدم ما أدري المماذا للأشكال الحالية لي معنا أخلونا ننأخذ لهذا الشيء ونروح على ونروح نرقد يعني صراحة شفيكم جيتون يعني بعد ذلك الحلقة جات متأخرة فرض أنها تنزل يوم الأحد بس حين قاعد تصورها يوم الأثنين وبرضو متأخر في يوم الأثنين أين هو محلنا؟ ايوه هذا هو أمونجس رح نحط هنا اوو نسينا نجيب الصناديق لأنه أول ما يدخل واحد وش بيشوف قدامه أمونجس فهذا عبارة عن كنا قلب مكسور في نفس الوقت كنا طيور هذا كنا خاتم الدايموند هذا كأنه أندربيل هنا أمونجس وبره لو تشوفون هنا أمونجس كبير فترطكت قوله أمونجسين فخلونا نجيب الصناديق ونعرض هذا الشيء للبيع ونفس الوقت نجيب اللوحة خلاص يعني بيكون جاهز محلنا الحمد لله حلوين وصلنا جيب التشتات يا مدير جيب وجيب 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 وهذا زي كذا حاليا ما راح توفر كميات لما تنشرى هذه الأشياء احتمال نحط في الجهة الثانية بس حاليا راح نحط هذه الأشياء أنا أشوف أنه 2 كرو كوين كويسة يا شباب والله ودي أحطها بـ 1 كرو كوين لكن ما خليها بـ 2 كرو كوين ونشوف كيف الواضح أحس الكرو كوين صار سهل يعني شغل شغل يد يا شباب أصر منتد يا راح نحط لوحة برة نكتب أوه ما حطينا حق البيهير يعني مفروض أن نحط هنا صندوق جيب الهبر احتمال خلف الكواليس أضبط هذا الشيء اللي هنا بيكون في يعني أشكال أكثر بس غالبا أني بصورها يعني بصورها كأنه جبت هذا الشكل هذا الشكل ما راح أوريكم تفاصيل لأن ما أوريتكم تفاصيل هذي فما أحتاج يعني أحس أنه أول شيء متعبة هنا تحتاج ألوان كثير وصوف فقررت أن يحطها بأشكال زي كذا في بعضها راح تحتاج في المستقبل نتش أبل راس كريبر راس كريبر تشارج تكون موكلفة لكن هل بسويها أم لا؟ لأنه صعب أنك توفر كميات وعموما نحط هذا الشيء هنا نكتب كذا ممتاز طيب قاعد أفكر أني أضيف اللون الأحمر هنا وبعدين نجيب الصبغة هذه خليها زي كذا أي بانر بثنين كرو كوين واضحة وهنا نكتب الدفع هنا نضيف عليه اللون الأصفر هذا عشان يكون واضح شوي زي كذا يعني أول ما يدخل الشخص يشوف قدامه هذه اللوحة بيحاول يقراها أي بانر أنا كتبت بانر بس هو اسمه كذا بانر بثني كرو كوين هنا يفتح لا هذي وشي هذي اندربير هذي خاتم من الماس وهذا ال والله هذي شكله رهيب صراحة كنا قلب مكسور في نفس وقت كنا طيرين وهذا واحد فوق وواحد مقلوب لو تركزون فيه يعني لأنه يكون فيه لعب مع أي أحد من الأشخاص في السيرفر في لعبتين ودي ألعبهم اللي هي البينغو في نفس الوقت لعبة توقع لعبة عبادي حقة الأشجار لعبة جامدة بس نشوف عدمين لعبة تحكم العافية على مشاهدة اللي ما اشترك يشترك فعل زر تنبياد اللي ما تابعني هاتواصل الاجتماعي يتابعني سواء استجرام تويتر اللي هو تحكم العافية شوفكم الخير السلام